السلام عليكم ورحمة الله غزالة كديرين بخار لبس عليكم ورحبا بكم في فيديو جديد اليوم سنقدم لكم نقالد ما يكون في الصلاطات ان شاء الله الصلاطة البادي نجال الغزالة كوجبة للعشاء غزالة وفنة وكتحمق وأكيد المطاقية سلام والأهم أنها صحية ويعني تاكلوها وما غادش تحسوا بالانتفاخ ولا فزوينة بزاف لا في الطريقة تحضير ديالها لا في المقادير ديالها كانت تمنى أنها تسردتنا لإعجاب ديالكم ما تنسوشي لكن تجداد ديروا اشترك وديروا جيم ومرحبا بكم في الفيديو أول حاجة كانحتاجوا لهذا الخبز ديال الشاوارمة وتقدروه كذلك تحضروه غير بالخبز اللي عندكم في الدار أنا نورمال مونسا نحضروه غير بالخبز في الدار ولكن ما شاطش ليا ذك شي باش خدمت بهذا ديال الشاوارمة أولا تقدروه تخدموه بديال الطاكوس أو اللب الباريزيان فهنا كناخد الخبز ديالي وكنحاول أن نقطوها كم رباعة صغيرين بهالطريقة هادي اللي يكونوا بينين يعني ما يجيوش صغار بزاف كناخد واحد الإناء أو للصينية اللي غندخلها للفرن كنوضع فيها الخبز ديالي اللي أنا قطعت كما كتشوفو كنكون ديجاشة على الفرن ديالي هنا كنضيف شوية البزار شوية الملحة وربعة ديال فصوص ديال الثوم تقريبا الخبز هاد الخبز هادا استعملت فيه أربعة ديال الخبزات فهنا كندير واحد زوج معالق كبار ديال زيت الزيتون كنحرك الكل جيدا كنكون شاعل الفرن درجة الحرارة 180 درجة كندخل الخبز ديالي وكنحضي معاه لأنه رقيق سهل باش أنه يتحرق كنحتاجو كذلك البدنجان كما كتشوفو تناخدوه حتى هو تنقطعوه إلى مربعات صغيرة هنا تقدروا تستعملوا البدنجال تقدروا تستعملوا أي مكون رئيسي البدنجان ولا القرع الخضراء ولا الجزر كلهم تيجيوا وعرين فهذا السلطة هاد انتم ما تقدروا تنوعوه على حسب كل واحد واشنو كياكل فهنا كما شتو كناخد البدنجال ديالي وتنقطعو تهوى مربعات صغيرة بهذا الشكل هذا فأنا عوض قليل خبز عوض قليل بدنجان يعني فكرت أنني نديرو صحي فغادي يكون في الفرن فهنا درتو في طاوة ديال الفرن فرشاها بالورق الزبدة كذلك حتى هو غادي ندلي شوية ديال البزار قليل من الملح وزوج معالق ديال زيت الزيتون اللي معاهم واحد جوج ديال فصوم فصوص ديال الثوم كنحرك الكل جيدا من بعد ما كان خرج الخبز كان ندخل البدنجان كان نحضي معا حتى هو كان ندخلو كبال يم حمر وسنخرجو هنا غادي نقوم بتحضير باقي مكونات السلطة غادي نحضر هنايا الصلصة اللي غادي ترافق لي هات السلطة هاتي كماش تخطي تياغورط طبيعي تقدرو تستعملو حتى الزوج ملعقة خردل او مطاط ملعقة حتى الزوج كبار ديال عصير الليمون او الحامض شوية ديال فلفلة حارة او لا تحميرا شوية الملحة و شوية ديال البزار تقريبا نصف ملعقة في كل حاجة نخلطه هنا كل جيدا وهنا اللي بغت تضيف اي صلصة عزيزة لها تضيفها انا نضفت ملعقة صغيرة ديال لسوس اندلوسي و واحد نقيطة ديال لسوس تيرايكي لغزالة كتجي في لسلاد ولفل ما شويات نحرق الكل جيدا و انا حصلت على السلطة على صص صحية من بعد كان اخد البصل ديالي بصلة واحدة تكون متوسطة و كان قطعها بهذا الشكل هذا من الاحسن انها تكون رقيقة هنا الكمية را كتكون عليها حسب انتو مشحل دونك هاد السلطة كتكفي لثلاثة حتى الاربعة ديال الناس فهنا كناخد البصل كنديره في الاناء هنا البعد كنضيف لي خيار حتى هو مقطع الى مربعات صغيرة كنضيف واحد زلافة صغيرة ديال ميس باش تكون السلطة متكاملة وفيها نشويات وهنا البعدين جال ديال النباد ما تتحمر حتى هو كنضيفه هنا كنضيف زوج ديال طماطم و اخيرا السلطة اللي حطرت لديدة ما كتحسوش بدك تطعم ديال ياغورت نهائيا فهنا كنخلق الكل جيدا كما كتشوفو فاش نحصل على واحد السلطة اللي هي واعرة صراحة عجباتني لزاف دكشي باش كنشكرها لانها اكيد غدي تعجبكم فسلطة صحية و متوازنة هنا خضيت الاناء ديال تقديم وتنوضع في السلطة ديالي كتقدموها كيف مبغيتو لعندكم ضيوف او لا تقدروا تديروها كطبق يعني اه هو اللي تقدموه فمن بعد كان اخل ذاك الخبز اللي حمصت وكنديرو من الفوق هنا حصلت على السلطة متوازنة ومتكاملة ولديدة وصحية كذلك انتو ما تقدروا تزوقو بها بهاد الخبز هذا باش مبغيتو فالسلطة ديالي هاي واجدة كما كتشوفو كديب هاد الشكل هذا المنظر جميل جدا كما قلت لكم تقدروا تعودو بعدين جال بالقرعة الخضراء او الجزر او اللفت يعني باش مبغيتو تقدروا انكم تعودوه اه الى مبغيتوش تديروا مثلا ديروا البطاطة احتها هي ديروا لها نفس الطريقة طيبوها احتها هي بنفس الطريقة وديروها مع السلطة ان شاء الله غادي ندلكم مزيد من السلطات كافكار كوجبة عيشة اللي كتكون ساهلة وتتكون خفيفة كما كتلاحظوا معايا فهذه هي السلطة كنتمنى ان الفيديو ديالي يومين الانجاب ديالكم وان شاء الله كنقول لكم بسلام عليكم نتلقوا فيديو جديد ان شاء الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة